ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله توقف على الخط الثاني حيث كادت تصدم المعني بالأمر لولا الألطاف الإلهية وبعد الاحتجاج عليه وتنبيهه إلى وجود راجلين كاد يصدمهما نزل سائق السيارة المسرعة بزيه الوظيف وقام بضرب المعني بالأمر أمام الناس قبل أن يتدخل زميل له كان يرافقه ويرتدي أيضا الزي النظام لموظف السجون ويتنيه عن الاستمرار في اعتدائه وحسب تصريحة إعلامية قال المعتدى عليه إنه تعرض للضرب والإهانة مشيرا إلى أن المعتدى استغل زيه النظامي وعمله في استجن لإرهاب وتعنيفه وتهديده نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية ترجمة نانسي قنقر